يستمر تذبذب أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار بأثاره المباشرة على السوق العراقية والمستهلكين في ذات التوقيت إذ يؤدي الارتفاع في قيمة الدولار إلى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية وبقائها على حالها حتى بعد أي انخفاض وعلى مدى الأيام الماضية وصل سعر الصرف الارتفاع والانخفاض ما أسفر عن اضطراب كبير في الحركة التجارية وسط حالة من الركود الاقتصادي باتت تسيطر بشكل أو بآخر على التجارة والسوق المحلية في عموم المحافظات العراقية مع حلول شهر رمضان بعض مسببات التأثر بعدم استقرار أسعار الصرف تعود لاستيراد أغلب السلع والمواد الغذائية الأمر الذي يستفيد منه كبار تجار العملة ويقع الضرر خلاله على صغارهم في ذات المعادلة كما أن المضاربات بالدولار جانب آخر يؤثر على تذبذب الأسعار محليا بعوامل سلبية على الأسواق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات متوسطة الدخل من فارق سعر الصرف خاصة مع إقبال العائلات العراقية على التبضع خلال رمضان الذي تأثر كثيرا من جراء عدم استقرار الأسعار ويحتاج العراق وفقا لخبراء في الشؤون المالية إلى تطبيق مفهوم السيادة النقدية من أجل تعزيز قدرة ضبط مناسيب السيولة المحلية في الأسواق النقدية ليصبح الدينار العراقي الملجأ الوحيد للتبادل ومختلف أنواع التسعيرات هذا إلى جانب تغطية التعاملات الداخلية ترجمة نانسي قنقر